موضوع إيه اللي مهم للأقصى حد إن أنا دايما وده سؤال هيجي في الامتحان هيجي في الامتحان بس بيبقى متداخل مع أجزاء تانية في الترانزيشن زي وطبعا الكلام ده هناخده بالتفصيل إن أنا أبقى أخد بالي من حاجتين الالكترونز اللي موجودة في الفور إس والالكترونز اللي موجودة في ثري دي كلهم على بعض كده بسميهم لأن هما عندهم عندها القابلية إنها تفقد الإلكترونز اللي في فور إس واللي في ثري دي لأن هما إنما لما جاي قول لك مين الأوتر موصت إلكترونز هتقول لي الأوتر موصت هما بتوع فور إس فدائما وإنت شغان أي إليمان فيهم تلاقيه بوزوتيف 2 بوزوتيف 3 بوزوتيف 4 أول لما تخلي فيه إليمان يلوز الإلكترونز بتاعته دائما تخليه يلوز بين الفور إس الأول قبل ما يلوز بين الثري دي الحتة دي لازم بتيجي في الامتحان يكلمك يدي لك قصة كده ويقولك في الاخر اهو الايون اللي انت جبت الالكترونيك بتاعها دي الايليمنت بتاعها لما بيخش مع الايرن وبيخش مع الكاربون بيعمله بيعمله قلوي بنستخدمه في ايه يقعد يقولك بقى عروس دي كده فلازم نعرف نعمل الايليكترونيك بتاع اي ترانزيشن ايليمنت ولازم نبقى عارفين الايليكترون ستطلع الاول من الاس فور اس قبل 3D